قبل استكمالي أيضا التغطية فيما تعلق بالتطورات في غزة نتابع التطورات في لبنان وبعد الإعلان عن اغتيال مسؤول حزب الله حسين يزبك في منطقة النقورة جنوب لبنان تتداول مواقع إعلامية وأيضا مواقع التواصل شخصية حسين يزبك والصورة التابعة له أيضا إذن بدأت تتكشف أكثر فأكثر تفاصيل عملية اغتيال غارة جوية استهدفت بحسب الإعلام اللبناني تحديدا والوسائل الإعلام اللبنانية الغارة كانت بطائرة حربية إسرائيلية ومقتل حسين يزبك مسؤول حزب الله بن نقورة بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص كان المعلومات الأولية تتحدث عن نقتل اثنين وجرح آخر يبدو أن الحصيل ارتفعت إلى ثلاثة قتلة مع تكشف أكثر